كل شعب وكل منظومة نحية فيها فيها الزين وفيها الشين وانطقى الزين على الشين لكن من المزعج والمخجل ومن المخزي أن الواحد يتمشى ولا يتسوق في أحد المجمعات التجارية يشوف مو بس الأبو يشوف الأبو والأم معارفين يتعاملون مع طفل ويضربونه ويأنبونه ويبخونه ويعمفونه أمام الكل في هذا المجمع وهو طفل ما تعدى ست سنوات فما بالكم العنف في التعامل مع الأطفال شنو راح يوصلنا إليه وشنو راح يأدي إليه وخاصة الأمور المتعلقة في البيت المدرسة وغيرها من هذه الأمور ينورا أكيد وأسوأ ما يمر على الطفل ويأثر على نفسيته هاشم هو العنف متى ما يعنف الطفل أو حتى المراهق تبدي سلوكياته تتغير وتبدي أطباعه أيضا تتغير علشان شديء اليوم راح نناقش معكم موضوع جدا مهم ويهم أكيد كل أسرة وكل أم وأيضا للمدارس أيضا هناك طلاب وطالبات يعنفون في المدرسة علشان شديء اليوم راح نتكلم ويسعد مننا تكون معنا الأستاذة تغريد خالد الدلامة معلمة صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية ومدرب حماية الطفل لكن بعدها التقرير ورجالة أصل معكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت وبالبداية أستاذة تغريد حياة شاء الله معاننا من وراتنا ومشرفتنا الله يحييك خليك الله يسلم أسعد الله صباحكم لو تكلمين ونتكلم عن أنواع العنف اللي من الممكن أن يتعرض لها الطفل وشنو ممكن يصيب نفسية هذا الطفل من خلال العنف أو التعنيف اللي تعرض له سواء في البيت في المدرسة في الشارع أو غيرها أولا بقوله تعالى أن الله لا يحب المعتدين بخصوص العنف العنف متوارف من الأجيال السابقة أن الطفل لما يضرب لا ينسى الطقه سياسة العصى والجزرة أي نعم فببالك نحن الحين وصلنا في التطور التكنولوجي أنه قاعد يتابع الأفلام الكرتونية أو المستجدات اللي بالأفلام الكرتونية بالبليستيشن فيكتسب هذه العادات السيئة وقاعد يطبقها في حياته كطفل ولكن إحنا لما نتكلم في المدرسة هل العنف يكون صادر من سواء ولي الأمر أو من البيئة التعليمية سواء من المعلم أو طبعا هذه الأشياء نادرة أو يكون على نفسه أو مع زملاءه كطفل كأنواع عندنا نعتمدها عالميا أربعة أنواع سواء ما يسمى هو العنف الجسدي اللي يكون يمارس على الجسد من الركل الضرب الحرق الكي هذه الأمور تطلق عليها العنف الجسدي أما عندنا أيضا العنف النفسي أو اللفظي اللي هو يستخدم فيه الأفاظ اللي تكون غير أخلاقية مثل التوبيخ أو التحقير أو الإذلال هذا يطلق عليها العنف اللفظي أو النفسي أيضا عندنا من الأشياء اللي تطلق عليها من أنواع العنف عندي أنواع العنف الجنسي اللي هو يكون عن طريق أنا تقول إياه يقول لك السكشو والأبيوز وين صار وين غدا موقعه من مجتمعاتنا يفترض أن نحن نحط إيدنا على الجرح نعم ونطبب الجرح هذا أكيد طبعا من نسبة حق العنف الجنسي هو طبعا يعني يكون باتصام مباشر اللي هو الهدك العرض واختصاب أو يكون بطريقة غير مباشرة مثل التلصص التعري أو أجبار الطفل اللي يكون طبعا نحن نسى أن الطفل يكون عمره تحت الثمنتعش هذا يطلق عليه طفل ما نحدده فيها عمرية مثلا خمسة أو ستة لا أوهو دون الثمنتعش في القانون يكون عندنا يكون عمره من تحت الثمنتعش من أنواع أيضا العنف عندنا الإهمال الإهمال وما أدراك الأهمال صار في مجتمعنا واضح لمؤشرات واضحة مثل ترك الطفل في الشارع مثلا قيادة السيارة وكله ما عنده ليسن ممكن يكون أيضا عندنا أنه ياخذ أدوية وممكن يتعرض للخطر هذه كلها تحترق بند الإهمال وطبعا الإهمال يكون بقصد أو يكون بمبالاة نعم طيب هذه الأشياء التي تكلمنا عنها والأمور التي تكلمنا عنها يعني طرق تعنيف الأطفال لمنهم دون الثمنتعش سنة أكيد في وسائل للحد من هذا العنف سواء في المدرسة أو برى المدرسة أو في البيت بشكل عام أكيد طبعا إحنا طبعا كفريق عمل قاعد نبلش في رسالة وحوية وأيضا القانونيين والأكاديميين تربويين قاعد يوضحون بطريق الوسائل السوشال ميديا الرسائل التثقيفية لولي الأمر بصورة مبسطة عن كيفية حماية الطفل ضد العنف أو أن مثلا كولي أمر يكون هو قاعد يمارس العنف بطريقة غير مقصودة فما يمنع كأكاديمي أو أي شخص يعني هذا الأمر أنه يتكلم فيه بطريقة سلسة ورسالة وعوية تثقيفية حلو أستاذة تغريد لو نتكلم ونقول لنا يعني كثير من الناس تسألون شنو الفرق بين التعنيف وبين التأديب هناك مائدة للحوار وهناك ياولايدي تراك أنت إنسان طيب إذا سويت شذي لك شذي سياسة العصر والجزرة لكن بسماحة واكتسامة وفيه ما شاء الله الخيازرين لملحها يعني سؤال كوايت حلو ويهمني أنا أصلا من هذا البرنامج أن نبرق بين التعديم والتعنيف بالنسبة حق التعديم مثل ما تفضلت حضرتك أن سياسة الأسلوب أنك أنت تمارسه مع الطفل بحيث أنك أنت تردع منه أو أنك توقف أن ما يمارس السلوك الخاطئ الذي قاعد يتصرفه أما مثل ما تفضل حضرتك بسلوب الخيازرين أو الأنواع التي تكلمنا فيها قبل شوي أنه قاعد تمارس تأثر عليه نفسيا يعني كطفل لما يكون قاعد يمارس عليه بصورة العنف بصورة عدوانية مستمرة هذا يأثر عليه في طريقة أنه يكون وهو في المستقبل أن إنسان مكتئب مضطرب سلوكيا نفسيا ما يقدر يتعامل إلا بصورة عدوانية سريع الغضب فهذا يأثر عليه فإحنا عشان شذي نحاول أن نفرق ما بين التأديب والتعنيف يعني خاصة أنه فينا سواء كانت تعارض أنه بريق حماية أو برنامج حماية الطفل أنه أنت شنو بتخلونا مثل الغرب أنه إحنا ما نقدر مثلا رب عياننا أنا معاكم قلبا وقالبا على المنظر اللي شفته بأحد المجمعات التجارية اللي قلتها في مقدمتي أنا معاهم قلبا وقالبا ولأ وأطالب أيضا أن هناك تكون عقوبات للي عنف الأطفال بطريقة مبالغ فيها أكيد طبعا عشان شذي نحاول نوضح حق المجتمع إحنا ترى فريق حماية الطفل إحنا مضد العادات والتقاليد الكويتية هذا الأساس أساسا ما بدأنا يمشي على العادات والتقاليد وطبعا وفق منهجنا الدين الإسلامي ولكن إحنا نحاول أن نخفف من العنف اللي قاعد يمارس على الأطفال سواء مثلا كولي أمر أنك أنت مثلا تهين طفلك جدام الكلفة مثل ما تفضلت من مجمعات أو أنك أنت تضربها يعني هذا الأسلوب يعني قاعد يأثر فيه أنت مجرد ضربة على اليد أو ضربة مثلا حتى بطريقة الأسلوب اللي قاعد تكلم فيه الطفل التوبيخ ممكن أن يمات النساء فمبالك أنك أنت يعني الطفل بصورة مستمرة يضرب أو يوبخ أو يعاقب بصورة عدوانية فهذا يأثر عليه نفسيا وخاصة أن الدراسات الحديثة بدأت تتبين أن عندنا الحين الطفل المعنف بصورة مستمرة قاعد يأثر عليه فيه دماغيا من ناحية طريقة التعامل مع البشر طريقته في الحياة الاجتماعية فلذلك نحاول نوضح هذه الصورة لكن كوني وليت أمر في شيء بالي وخوفني أنا من النوع اللي أعاقب يعني الحين الآيباد والتليفونات صارت جزء لا يتجزئ من حياتنا حتى الأطفال لاسترحة تنعقابها طيب لعاقبة سحبت آيباد نص ساعة ساعة أنا ما أحب أني أضرب وأمد إيدي ما لي قلب لكن لما أسحب التليفون والآيباد أيضا يراودني تفكير بيني وبنفسي أنه ممكن هذا شيء أثر على نفسيته يعني ينسحب أسبوعين أو لازم يمضح فهل هذا يعتبر عنف أو تعنيف نفسي؟ لا أنت ما وبغتي أنت قاعد تحاولين يعني تعاقبين بطريقة أنه هذا يعرف أنه هذا تصرفه خاطئ أنت لما تخطي من عند الآيباد أنت ليش خذيته هو عقاب حقه بس كعقاب ليس لا نفسي ولا عقاب بدني يعني أنت في الصورة تابعين أنه يعرف أنه هذا الخطأ ويمتر عنها الخطأ عشان جدا أنت خذيته من الآيباد وممكن يرجع للآيباد إذا تصرف التصرف الصحيح يعني نحن بالسيف سايد الحمد لله الحمد لله بالسيف سايد لا لا متابعة شنورة على وسائل تواصل الاجتماعي أمور طيبة يعني ما شاء الله قاعدت تتبعين أساليب جديدة في التربية ورائعة وجميلة جدا لكن السؤال اللي يطرح نفسه يمكن الثلاثة اللي قاعدين بالستة عندنا هنا بالاستوديو يسمونه من جيل الطيبين أكثر واحد أكل طيب بالمتوسطة والثانوية أنا لكن تخرجت يعني من سلة من نقاط على يوم المقررات ثلاث نقاط وشيء الحمد لله حاشتنا مناعة لكن الجيل الجديد غير عن جيلنا إحنا مدى أهمية التفريق ما بين التأديب والتعنيف في المدرسة وعدم استخدام أساليب يعني إحنا في زمناتنا المدرسين كانوا يتحدون يعني تبي العصايا هذي ولا هذي كأنه مش رض جراح ما كنا نشتكي ما كنا نشتكي تعودنا حاشتنا مناعة لكن الجيل الجديد مع التطلع وسائل التواصل الاجتماعي وغير من هذه الأمور تغير فكرة فشلون أنا ممكن أأدبة في المدرسة من غير التعنيف اللي عيادين نشكت منه بالنسبة حقوزات التربية أكيد هي عندها نظم لوائح وقوانين بعدم الضرب يعني إحنا ما نقدر نقول أنه هو المعلم يقوم بضرب الأطفال عنده أو الطلبة المتعلمين عنده أكيد فيه أساليب التحفيز والتشجيع اللي يستخدمها المعلم أنه يضبط الصف ولكن إذا كان الطفل يالك من البيت وعنده مشكلة نفسية أو يمارس عليه العنف أو أنه مثلا عنده ظاهرة طبعا كمعلم أو أنه مفترض أنه إحنا نوضح المؤشرات السلوكية أو النفسية اللي تكون للطالب مثلا يكون عنده مشكلة مجرد أنه حيكرا أكتف ADD OCD غير منهم نعم فمن هل خلال هذه الشغلة إحنا لما يكون فيه مشكلة عند الطالب عشان نحميه طبعا إذا كانت فيه رسائل طبعا كفريق عمل وتوضحت أكيد الطالب أو المتعلم أولي الأمر رح يهتم أو المعلم كذلك رح يكون في بعض المعلمين صراحة وهو الأب وهو الأم وهو الأخ وهو الصديق متعلم عنده فما نقدر نقول أنه يعني يمارس عليه من قبل المعلمين ممكن يكون ما بين زملاء العنف يكون ما بين زملاء أنه هذا طيقني أنا ما أخش لياها أنطراب الهدى أو أن أنا أي بخوي هذه الأشياء اللي هي قاعدة زيد العنف عندنا في المدارس وعلشان إحنا نحميه من هذه الشغلة نحاول أن إحنا طبعا بلشنا ندخل المدارس ونعطي محاضرات دورات عن حماية الطفل طيب هذه الدورات والندوات ممكن أنه فعلا يعني تكون فيها يعني في تجاوب مع الطلبة لأن للأمان احنا للحين مثلا الأخوة الصغيرة يفزع لأخوه العود أو واحد يأخذ حق ثاني وخصوصا يعني الصبيان الله يحفظهم لا بد وما زالوا للحين رب الدم هذه الفزع موجودة عندنا ككواتين بالدم يعني حتى لما تي وليت الأمر تقول له ما عندك مدير ما عندك وكيل روح قلهم يعني أشوفه ينطيق وأسكت هذه يعني هل الندوات هم محتاجين هذه الندوات لحين هل في تجاوب مع هذه الندوات أكيد طبعا كلفة عمرية من المراحل التعليمية لها رسائل معينة يعني الطفل مرحلة ابتدائية يعني عشان أنا أو الصلة شلون يحمي نفسه خاصة اللي يكون يمارس عليه الضرب بصورة مستمرة يا أنه يضرب الأطفال كما هو مضروب أو أنه يكون ضعيف الشخصية يعني كل حالة لها طريقة بتعامل معينة علشان أتعامل مع الطفل اللي يكون دائما وهو يضرب كما يعنى في المنزل ممكن يعني أنا أيلة بطريقة سلسة أحاول أني أنا أردع من هذا التصرف أما إذا كان الطفل ضعيف الشخصية أحاول أني أنا أعطيه اشتقى بالنفس أصدقى لما يقول الشيء أشجع أنه يكون صريح مثلا ويدافع عن نفسه يقول لا مشرط أنه يضرب لا ولن يستعين بأشخاص تانيين ممتاز كل شكر لك أستاذة تغريد خالد الدلامة معلمة صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية ومدرب حماية الطفل حطوها بين قوسين وديروا بالكم على أطفالنا أعطيك العافية على العنوى على الجاية ومشكورة وما قصرتين شكرا لك وحياتي الله وما زلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين في باجي فغرات صباح الخير يا كويت تابعونا من بعد هذا الفاصل